من سوريا إلى لبنان فالعراق والمغرب العربي ألوان غنائية متنوعة تؤديها جوقة عود الند النصروية لتنثر أريجها بين المستمعين كان نشر الثقافة العربية ولازل من أهم أهداف تأسيس هذه الجوقة منذ أكثر من عشرين عاما تابعوا معنا هذا اللقاء مع قائدة الجوقة بعد مشاهدة هذا التقرير من إعداد الزميلة روح اللاق جوقة عود الند الفلسطينية تجاوزت سقف الطوائف والأديان لتغني ألوان الإنسانية أجمع تأسست عام 1994 بمبادرة أشخاص أرادوا تجسيد همومهم وحال شعبهم ويحاولون إيصال رسالتهم عن طريق غناء الفن الملتزم بأرماط مبتكرة نحاول نجدد أشياء اللي لم يحدث سبقنا عليها يعني غنينا الطرب الأصيل الأدوار الموشحات عبدالوهاب حتى زيادة الرحباني حاليا عم نشتغل على برنامج اللي يكون خاص لألنا ألحان خاصة وكلمات خاصة نحن جوقة لنغني كل الألوان العربي الكلاسيكي المصري السلة الكريسماس في عنا العيد الميلاد أغاني علاج الروح بالموسيقى هو ما تسعى إليه جوقة وبهذا تأسست جمعية عود الند تحت هدف رفع مستوى الثقافة الموسيقية في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر وتريد جوقة أن تتخطى حدود الغناء وحدها ليرافقه استعمال للآلات الإيقاعية بمرافقة الموسيقي يوسف حبيش تجربة أن الروح يتجاه أنه يغنوا ويعسفوا إيقاع بنفس الوقت وإلوا بعدين أول شي بيطور الحراكة الذاتية تبعون الحراكة الداخلة دايناميكس على مستوى الشخصي في نفس الوقت بيساعد على دايناميكس على المستوى المجموعة تفوح رائحة عود الند بقيادة كيتي جرجورا هي رائحة الأرض الجامعة بين الغناء الصوفي الإسلامي والبيزنطي المسيحي أحيانا بالإضافة إلى أمزجة أخرى لا تنتهي من الحالات الإنسانية الإبداعية لبرنامج 48 رواح اللاق الغدل العربي كيتي جرجورا قائد الجوقة عود الند أهلا بك أهلا بك في منشوراتكم تتحدثون بأن أحد أهداف هذه الجوقة هي نشر الثقافة العربية هنا ماذا يعني هذا؟ كيف تقومون بهذا الهدف؟ أول شيء موضوع أنه اختيار الأغاني واختيار الموضوع اللي ممكن يناسب بهاي الفترة لأنه إحنا ممكن نغني أي شيء ولكن لا يمتصلة في الواقع وهدفي دايما أنه بالعكس أنه كمان الجمهور يحس أنه الغناء أو الأمسي هذا كله قاعدة عم بتغني بتخاطبه ولما يطلع يأخذ معاه رسالة معينة فالفكرة بتيجي حسب شو الموجود في الواقع وبرد عليها بالناحية الغنائية البرامج اللي احنا منحضرها عادة هي البرامج بعد ما بتيجي عند الفكرة وبروح لأي منطقة بدنا نغنيها فنشر الثقافة هي كمان مرات مرات بيجي بقول للجمهور بس فيه أغاني احنا منعرفهاش وفيه أغاني احنا نبسطنا فيها احنا منعرفها طورنا أنه احنا كمان نعرف الناس على أغاني مش مضوعة لها تؤدونا أنماط وألوان غنائية مختلفة ما هي الألوان الغنائية التي تؤدوناها في الجوقة؟ احنا منغني كل شيء وعلشان هيك ولا مرة كجوقة عود الناد اللي خلال نقول العبق تبعها في وينما كان منحب ننشره مش في نماط خاص فأحنا منغني الإسلامي الصوفي منرتل المسيحي الديني منغني العراقي حتى ننشر الثقافي والحضارة العراقية هناك حضارات مغيبة مثلا المغرب العربي مغيبة عنها هذا كمان عملنا الشامي سوري وحاولنا نعمل كمان الحوار في المبنى بين السوري والعراقي حاولنا كمان المغرب العربي فإحنا غنينا الليبي المغربي التونسي الجزائري اللي تقريبا هو معدوم أو ما بنسمعش فيه خلالنا نقول في مجتمعاتنا هون فهذا كمان يعني ممكن تيجي تقولي شو بتغني؟ بقولك كل شيء أعطيني إيش أنت بدك وبشوف إذا أنا بقدر هو نوم من تحدي فمرات كثير إحنا ما منروح للمناسبة منقول يلا لها هاي المناسبة بدنا نغني لها مثل يوم المرأة ولا يوم الطفل ولا لأ إحنا منغني لها الإنسان بدون هاي التخصصات نعم جميل جدا وإحنا نصل لأكبر عدد من الناس كب جميل ما هي المتطلبات المهنية قبل الخروج لعرض موسيقي ماذا يحدث وراء الكواليس؟ ما هي التحضيرات؟ التحضيرات بقدر أقولك تبدأ صعبة وبالدين بتصير شوية شوية تكبر وتنما شو يعني صعبة؟ لما بكون عندي فكرة بدي أجي أعرضها على أعضاء الجوقة اللي بيغنوا أحيانا بيقوله مشتحيل أحيانا بيقوله صعب أحيانا بيقوله حلو فأنت كمان أول شي بديك تقنعي الأعضاء بنختار الموضوع وبعد ما بنختار الموضوع زي ما قلت لك فيه كمان شغل على الصوت جدا قوي اختيار اللي بدي يغني فردي اختيار اللي بدي يغني كمان الغناء الجماعي توزيع الأصوات في الغناء الجماعي بنعتمد كتير عليه وتحضير الأداء الحضور بيهمنا كتير الحضور أنا مش جاي بس أغاني عشان تسمعي لأنه فيه كتير مقارنة إذا أنا بدأ وقف أغاني لأم كالتوم أسمها ليلى مراد فيروز الناس عارفة حافظة كلها شو جايبتي لي جديد إذا مش جايبتي لي جديد طلعب أقولك مش على أبد المستوى سؤال الأخير حول الجمهور هناك أحيانا جمهور غير عربي وأنتم تؤدون الأغاني العربية كيف يمكن أن تصل رسالتكم لجمهور غير متحدث بالعربية وما هي الردود من هذا الجمهور هذا أحلى جمهور بالنسبة إلي لأنه هو مش فاهم الكلام لكن هو قادر يستوعب ويحس الأداء تبعنا والتعبير تبعنا فإذا أنا قدرت أنجح إنه مرق له المعنى باللغة كيف أنا وحضوري بغلقة الجسم ولغة الأداء التعبير كلها صوت كيف قاعدة عم بيؤدي المقامات اللي قاعدين عم نغنيها كيف الصحبات عم بتكون بتصل فبآخر بيجي بيقول لي أنا ما فهمتش ولا أي شي بس وصلت الرسالة تبعتك كان إشي كتير هو فهذا بالنسبة إلي هو خلينا نقول اللي بيقيمني أكتر إشي كاتي جرجورة قائدة جوقت عود الند شكرا لك شكرا لك